شباكم كلو هجمين عليم عليم صلي عن النبي انتو اياه شباكو مالله ما سويت شي ايوه يا حصاني اركض اركض ايا السلام شوف احصاني مالله مو حلو رهيب ايو الشباب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم معاز او استيكو ارجعت لكم بحلقة جديدة من لعبة فارمينج سامليتر بالحلقة الماضية اذا بتتذكروا او اللي ما شاه في الحلقة الماضية ساوينا او غسلنا كل المعدات والسيارات اللي عنا فلما شاه في الحلقة الماضية يروح يشوفها رحط لكم اياها بالدسكروبشن او بتلاقوه بالزاوية اللي فوق بالاي اللي فوق طيب قبل ما نبدأ بدخول يعني قبل ما نبدأ بدن حلقة هاي في عندي ايش اسمه عندي امح لازم احصده فخلينا ناخد هاي الحصادة مشان نروح نحصده ونجهزه على جنوب اوكي درع توصخوا مرة تانية المعدات بس بدي ساوي الله ما في مشكلة نغسلهم مرة تانية نعمل اللور مدري وش اسم هاي لا انفولد ماليش انفولد لا تقوم علي خليه خلص لحاله بس اوكي بس خلي العلف اي والعلف اي تمام هلا محتاجه كتير العلف يا شباب لا اجت اجت فائده اجت الفائدة تبعه طيب يا شباب خلينا نفوت به الحلقة هاي واحدة تبني اي مزرع وش اسمه مزرع مو مزرعي شون اسميها هاي بس طب الش اسمه احصنه فخلين نروح لهون على الكونشركشن بعدين اني ملز بعدين نروع على الهورس تمام في عنا الثلاث مباني خاصة بالاحصنة تمام في عنا الصغير هذا الصغير بيسعة 5 احصنه وفي عنا الميديم بيسعة 8 وفي عنا الكبير بيسعة 14 احصنه طيب نجي عند الاول الاول محتاج مي تحط له مي مانيوالي هذا هو شكله محتاج تحط له مي المانيوالي يعني نجيب التانكي وتحط له مي والاحصان بياكل شوفان وذارة رفيعة وش اسمه وهي اللي هو العشب وفي عنا كمان التاني نفس الشي بس هذول اتنين مو محتاجين مي فانا رح اشتري هذا اخر واحد ال125 فحطو هون خلي نشوف وين دي حطو بالله رحطو هون شور ايكون شابوب هون بها المكان هاد ولا لا حطو هون انا خرأي شيل هاد اللي هون هادع تبع العلف حطو شيلو حطو محطو من الاحصين يحطو هون بدالو اول شي خلينا نجرب الاحصين هاد شو بيجي بنا شو بيعطينا بعدين انا بخلف الكواليس برتبون خليني حطو هون هلا اوكي تمام سلام طلع صوت حصان كمان اوكي هادا هو استبل يا شباب خلينا نروح نشوف هيك الاعدادات تبعاته اوكي اول شي في عنا عدة احصينين متل ما يكون شايفين وكذا لون كل ياتون عمرهم صفر كل ياتون ما في ولا واحد عمره اداعاش عشرين اتناعاش كذا كلهم صفر فبيبدأ سعره خمسمية متل ما انتلكون بياكل شوفان وذارة رفيعة وعشب فما بارف خليني اشتري كذا واحد انا ما رح اشتري هيك يعني كلهم ابط عشر واحد لانه يمكن يانتجوا يمكن يخلفوا احصين الثانيات ونبيع بزيادة فهو يعني الحصان ما بيانتج شي بس انه يكبر لما يكبر بيزيد سعره بس يزيد سعره بتبيعه فهي هي يفاقة يعني استبل الحصان طيب خلينشوف ايه نشتري كذا واحد او خلينشتري خمسة كالواحد لون نشتري هاد الاولاني الابيض بدأي بعدين نشتري هذا الثاني بدأي هاداتم مدري هاد ولا هاد? خلينشتري هاد والله هذا رهيب تشتري واحد اسود كمان ونشتري هاد ايه يلا هادا طيناياه اوكي وبتل ما نكون شايفين هون صار في عنا خمس احصنة كل واحد قلو اسم تل ما نكون شايفين هون اسم اسماء الاحصنة يعني هدول مو بس هيك اسماء احصنة يعني مثلا هذا اسمه شو هاد رودالف وهذا اسمه بليز وهذا اسمه كينغ وهذا اسمه مدرشو وهذا الزن اخر واحد فيعني تقدر تغير كمان اسمه الاحصان خلينا نروح نشوف هون هذا هو الاحصنة يا شايف يا سلام شوف هذا والله حدو هذا شوفكم كلهم هجمين عليم عليم صلي عن النبي انتوياه شوفكم والله ما سويت شي في هذا او والله هذا رهيب يا السلام نجيل ثاني كذا عامل شعراته هون على ها الطرف هذا يمكن يمكن هذا ان انتاي مو مو دكا وهذا الابيض فهذا الاحصن تقدر تسوقه طبعا نعمل حرف اي عليه السلام والله شي رهيب هذا بليز حصان اللي بليز طبعا كل ما تكبس دبليو مثل ما كون شايفين فوق في ستاب وفي ترو الستاب الاس وباكورد بيرجع لورا فالدبليو زيادة بيعمل ووك بعدين في تروت بعدين سنتر بعدين قالبول مدرشو هيني مدرها شوي قالوب بعدين سنتر زيادة بيركود اركتر السلام والله رهيب يا اخي عبدل بدال جيمس بدل بدال جيمس شو رايكون اقفز ايوا الله حيو اوكي طيب خلينا نجي لهون اول شي قبل ما ندخل بتفاصيل ثانية نروح هوني على هاي الآيقونة تمام بعدين نجي عند الاحصنة تحت هدول هنة مثل هنا تلكون اول شي بتقدر تغير لونه هذا بليز مثلات نغيير له لون اه مو إن الون اسمه اسمه عفوا نغير اسمه فاخ شو نسميه ما على ما عرفي كاسبر شو نذنكتب كاسبر ولله هيك كاسبر والله مادري يمكن هيك غير منحطوا كاسبر يا الله معنى ايوا صار اسموه كاسبر تعالينه شوه اركب معنى ايوا صار اسموه كاسبر هذا هو معناه تشوري يكون سوي هادا حصاني هذا الحصاني الخاص يعني لا بدري دعنا نشوف بعدين بعدين نشوف بناخد الحصان لحالنا طيب نرجع لهاي الايقونة بعدين نجي لهون اول شيء الحصان محتاج طبعا الأكل هتطل له أكل هذولتين محتاجين أكل وكمان فيه هون بتطلع لكم بس هلأ مموجودة لأنه عمره صفر لما يصير عمره 22 شهر تطلع لك يعني بتقدر يولد وفيه عننا هون يعني نظافة الحصان وفيه عننا الفتنس اللياقة طبعا الحصان وفيه عننا ديلي رايدنج يعني هذا الحصان لازم تسوقه كل يوم أو تركبه كل يوم مشان يعني تشئسمه تصير عندك احتراف فيه بالسواءة وكمان هو يتعود عليك يعني بالسواءتك فمتل ما يكون شايفين أول شيء قبل ما نمشي هدي هدي معليه هدي طالع لنا فوق رايدنج 28% تمام هون كل ما تسوقه بتزيد هاي كل ما تركبه بتزيد شايفين عم تزيد 32% 33% 34% مدعب والله عم يغبر كمان وراه فلازم تركبه كل يوم مشان يزيد عنده اللياقة هاي الفتنس لازم تسوقه كل يوم وتركبه مشان تزيد عنده اللياقة كمان كل ما زادت هاللياقة بزيد سعره كمان مع عمره يعني كل ما زاد عمره كل ما زادت احترافية السواءة تبعه بزيد سعره فوزياء معليم اوكي واقف معليم خلاص طيب نجي على وين راح اه ليكم ليش هيك صار عطيني الاسود وين والاسود ليكم والله رهيب الاسود يا اخي ليك والله ما مبين منه شي لحب هلا عهمان بيع على الشمس اطلع لشوف مركد هارويل هارويل بس ايوا خلي نشوف هاي الشمس بالله واقف بس ما عندي خلفية مسلا اذا خليته انا برا بيمشي بروح يعني بيحوص حوالين ولا ولا بس بيضل واقف مكانه تيك والله رهيب الاسود يا اخي حبيته هاي لازم نجربه والله اذا حطيناه برا بيروح ولا ما بيروح بيرجع على الاسطبل ولا بيحوص حوالين المكان ولا بيضل واقف محله الله اعلم هاي منجربه مع الايوم بقوا عم يروح ها ليكم ها اوكي مقدري يمكن شو القصة هاي مكتوب فوق هورس كربس كربسي إز باك تو استبل اوكي تمام نطمع النام هاي صعي افتح يا معلم سكر طيب اول شي خلين نروح نورجيكم مكان المي مشان انه هاد اوتوماتيكي ما بتعطي اهتمام افتح لشوف هاد هو مكان المي مي اوتوماتيكي هون بيجي على الاحصنة فهي لا تهتم مالها بس هاي ما يعرفان شو المنطقة يعني مشان تحط اكل هون يعني ولا الله يمدري مجوز مكان شان تحط له اكل هون هذا هو المي متل ما يكون شايفين متعبي خالص طيب هون بنحط له الاكل هون بنحط له العشب فخلينا اول شي مشان نرتب منشان الاكل والعشب بنجي على هاي تمام لا مو هاي نروح على هاي الايقونة تمام بعدين بنروح على الفود متل ما يكون شايفين اول شي محتاج استرو اللي هو العلف عندي علف مليان فهذا محتاج علف اول شي وثاني شي محتاج هاي لكو هذا هو محتاج هاي مشان يأكل الاسترو شوف هاتو ما بعف اذا هاي المعلومة مظبوط ولا لا اذا غلط صحح حولي بالتعليق انا قرأت انه الاسترو مشان او العلف بس مشان ينام عليه مشان ياخد راحت وعلي يعني موقت النوم بيجي بتسطح عليه عرفتو كيف فما بعرف اذا هال المعلومة مظبوطة ولا لا وكمان بياكلوا انا سمعت بس ما بعرف اذا بياكل العلف ولا لا فعطوني يعني تصححولي اذا انا غلطون بس انا بعرف انه بياكل عشب خلينا نروح نجيب العلف والعشب انا عندي هون عندي بالمزرعة هنروح ناخد السيارة هذا هو العشب عندي انا احطه مشان البقر بس خلينا ناخده يا الله شان نجهز الحلقة بس نشتري زيادة وش رايكو خلف الكواليز حلقة الجاية نزرع العشب مشان انتج العشب بقى حاش اشتري هنتج العشب بنفسي وساوي هيك مثل الكباتيل وعطيهم للحيوانات اللي عندي هذا شو هذا اوتولود اي لا هي مو اوتولود ثانية اوتولود اوكي ناخد الاوتولود ناخد بس هيك تنتين ثلاثة ما هاخدهم كلهم شو نخلي شوي للبقر وخلاص نشتري زي بدنا ناخد مع الليم اي اربعة كفو اوكي ها شباب هيجبنا العشب للشباب الاحصينة نعمل لو انلود ورا حرف او بعدين حرف او ثانية اوكي نرجع لورا شوي بس انلود مع الليم خدوا كلوا تعبا هيصار فيه 20 الف لتر من الفود كما نكون شايفين فود يعني محتاج عشب تمام خلينا اخدهم هدول لانه هلأ بيزعجونا طويل شوي بالطريق هدول هلأ خليني اخدهم لانه زايد منه حطهم على جنوب بس لانه لدي حط العلف قبل ما خليون هون طيب هون متل ما كون شايفين صار في 20 الف الهي هذا هو بس بس فود فود والله يمدري شو هي هيا شباب اكتوبي بالتعليقات هي شو فائد هيا والله ما ما عرف شو فائد هاي خلينا نحط السترو هلهم طالب طالب السترو خلينا حطو نجيب حطو فخليني يخلصهم كل هون وهي كمان الشي اسمه الخزان تبع العلف فل فخليني فضي هون نعمل هيك ايوه بس هلا بيسكر علي تاييرا شو الشكل هاد هدي نعمل له اي ايوه اوكي وخلاص بس هيك بدو خليني شوف قديش عبا اه 5600 لتر اخذ العلف 5600 لتر اوكي تمام هاي صار عنا الاسترو فل والاكل فل هلا محتاجين شو نساوي بالاحصنة اول شي لازم نسوقون نعملون رايدين كلون وكمان لازم ننظفون في عنا تنظيف للاحصنة لي قاد ايجي ينام شكلو ا wären قاد ايجي ينام شكلو ايجي ينام شكلو اكبر ايجي ينام شكلو أغم شكلو لا شكلو اوكي شوم ده نسوقه هذا لبره ليشي من روح اوكي اوكي هيك تمام حلة المشكلة بسرعة خليني نسوقه نعمله رايدنج مية بالمية اقفز السلوم ناويه ناوي اللياقة تابعه ما بعرف قديش بتاخد وقت الله اعلم ما بعرف قديش بتاخد وقت اللياقة اركض اركض يا معلم اركض يا اما هذا خليه خليه بالستبل واشتري واحد لحاله خليه خاص طبعي يمكن هيك حط اه شو اسمه مكان خاص للحصان طبعي هيك بدأ بعيد عن الاستبل خليني شوف بركي هلأ بقدرس هاي واحد لحاله هاي صار تسعين بالمية هول صار ورايدنج مية بالمية بس هدا لازم تعمله هيك كل يوم كل يوم لازم تسوقه ستاب مع النام يلا يعطيك العافي خلينا اخد الابيض بركض لشوف خلينا نساويه كمان هادا مية بالمية طبعا كلما زادت الرايدنج بيصير اسرع الاحصان بيصير اسرع بيزيد سعره بيزيد عمره بيزيد اللياقة تبعه بس انا مستغرب ليش هيك عمره صفر وكبير هلا الاد هبعرف الاحصان الصغير ما بيرركب لسه اوكي هدا صار مية بالمية ارجع على السطبل مع النام اخد واحد تاني والله هدا رهيب يا اخي عاجبني ليك شلون شكله شكل رجليه هيك بيض وكمان انفه هيك ابيض هدا كتير عاجبني هدا يا اخي شكله 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 رح اخد هود ليصير احصاني الخاص كمان خلينا ناويله الرايدنج هون اشتري واحد خاص اه اشتري واحد خاص خلاص هدو خلينا كله لنصطبل مستغرب الامر اشتري هذا ماشتري اوكي هدا كمان صار مية بالمية لبعده لبعده هدا مينو هذا ليكم هدا هدا حلو كمان يا اخي شكله حلو كتير هذا زن اركوديا زن يالله يمعلم تسلم على اصدقائك البقر اوكي وهذا خلاص تمام ما رح خلص اخر واحد لانه تعبت اوكي هاي صار عندي خمس احصنة اينا برجيكن ياهون هنا في عنا اوكي بس بقيام واحدة لما اظن بدو رايدنج ايهاد اسود اسود بدو رايدنج ناويلو الرايدنج تبعو دعوال هبيبنا دعوال ها هم مشكلة مشان هيك ما عم يطلع لانه هون في هيك سقف طلعوا لشوف هيك بالطريقة متل ما طلعنا قبل شوي ايوا هليكو هنيك سو هذا الاسود والله رهيب الاسود يااخي حبيته هو اصلا بشكل عام للحصانش كتير رهيب كتير حلو يااخي سبحان الله طيب هلا في عنا هلا خلصنا الرايدنج تمام متل ما كن شايفين الرايدنج مية بالمية معادة الاسود يعني 30 بالمية في عنا شي اسمه كلينلس تمام هاي نظافة الاحصان فلازم تهتم كمام بنظافة الاحصان خلينا نجي عليه مثلا هاد الابيض بتطلع لكم هيك متل ايقونة فرشاي تمام تعمل واقف عن نيم واقف بنا نعرف نش راح تعال ذاق واقف ثاني مشي تعال انت واقف طيب شوف متل هنالطريقة هيك يعني انك بس كليك يمين على كليك يسار على الماوس سمعتوه هيك صوت الفرشاي مشان انو يتنطفو ها بنعمل هيك يتنظف مية بالمية صاف تتوب تحت كلينلس مية بالمية تتوب تورجو ترتبة تبعا تحصنا تحصنا تهصني توقع qua الون تبعوه نضيفها مع النيم بين بقيان بين بقيان اسود ولا هود هاد يمكنها ايوه هود نضيف اوكي هل نشوفهم كلهم نضاف ايوه كلهم نضاف صاروا فسرع للوقت شوي ما بعرف شو راح يصير اذا سرعت الوقت لكن بيزيد عمرهم اي بيزيد عمرهم اكيد هاي بيزيد عمرهم طبعا كل يوم لازم تنظفهم وتسوقهم كل يوم لازم لحتى تفتنس او اللياقة تزيد شو راح يكون شباب ابني بيتي هون بهال الزاوية هاي هون حط بيتي جنب هالبيوت هاي لمواجهة البيوت هاي هون حط بيتي وجنبه هيك مثل صغير للأحصنة فخليني هلأ شو نجرب انا شغلة نعمل نروح على ديكوريشن تمام بعدين هون في عنا هيك يعني مثل فنس مشان تقدر تساوي اللي بدها كيفية وانا رأيي حط اللحصن هون منطقة هاي هاي لا 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 هدي. ها الطريقة هيك. ايوه. ايوه. اوكي يا شباب هيك عملت السطبل الصغير الي. مشان اشتري احصان. خلينا نروح اشتري واحد. طيب شو اشتري هاد? والله هذا عاجبني اكتر شي. اكتر شي عاجبني هاد. في عنا هاد وفي عنا هاد وفي عنا هاد. في هاد هيك شبه ملون شوي. ابيض وبني. في عنا الابيض كامل. فانا جا عوالي اشتري هاد. شو رأيكم? يلا تعاوا المعليم. اشتري واحد. اوكي. ايشتريت واحد ثاني. شو اسمه? بوب. اوكي بوب اشتري اسمه بوب. شو رأي خلي اسمه بوب ولا غير اسمه? هاد هو بوب? مين اسمه? اه اي هاد هو. تعال بوب. تعال. سبونج بوب. اههه. اقفذ. حطوا بهذا السطبل الصغير. ان شاء الله يمكن حلقات من جاي هون ابني بيتي به المنطقة هاي. اوكي. شو رأي يكون هيك? حطوا لون هيك السطبل الصغير الي. خاص فيه هون. وبس. انا وسهلا ان احصني للي خاص. سبونج بوب. اههه. اوه يمكن حط واحد ثاني الله اعلم. ممكن حط واحد ثاني يمكن ما احط ثاني. فهذا هو السطبل الاحصني يا شباب. ان شاء الله بالحلقات الجاية راح تشوفوا انه الاحصن عم يزيدوا اكتر. يعني يخلفوا ويزيدوا اكتر. فان شاء الله في حلقات الجاية هذا الشي راح يبين لانه هلا انا اذا عملت اه يعني اسرعت الوقت. راح يمر اكتر من خمسة وعشرين شهر. ويخرب الزراعة. هون صير عندي فول بضاعة. يعني بصير مشكلة يعني. مشان هيك انا يعني مع الايام راح يبين هالشي. وكمان اه راح اجرب اخلي حصاني هون هاد. اه اذا طلعت اللعبة ورجعت بيضل هون ولا بيرجع على السطبل ولا شو والله ما بعرف. فراح يبين معي بالحلقة الجاية. طيب يا شباب على العموم هاي كانت حلقتنا لليوم اه بالحلقة الجاية ما بعرف شو اعمل. اكتمروا بتعليقات شو اعمل في عنا ان نساوى اه مزرعت مو مزرعت شلون مده ؟ يعني اه متل خلائل نحل خلائل خلية نحل. خلين اقول خلية نحل. وفي اه مصانع تانية مصنع الزيت ومصنع الخشب. وفي مصنع العصير اللي عنه. فاكتمروا بتعليقات شو سايع بالحلقة الجاية فبس. أهو بتكون خاصة حلقتنا اليوم يا شباب اتمنى الحلقة عجبتكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كان معكم اخوكم معاوز او اسديكو والسلام عليكم